طيب انت مرحت للمانيا ما تسمرتش ليه في المانيا لا اهو حضرتك انا رحت مع المنتخب ورجعنا عملت ماتشات والماتشات دي بقى ايه عرفتنا على مستر يدي كوتي ان فيه نجم جدير ان فيه منتخب وانا حتى لفضت الانظار في المانيا وكان السيد محمود معروف كتب بالخط العريض من بنسويف للمانيا بالخط العريض كده هناك فيه شوفنا العيب بأصمر جايننا حاجة جميلة جدا وده مستعبل دي سمعت مع مستر كوتي هنا في ندي من اول واحد كلمك وقالك انت موجود في الفريق الاول في النادي الاهل انت جيت لعيبت الناشئين ولا فريق الاول لا الفريق الاول على طول على طول كان سنة كم سنة 19 سنة 19 سنة يعني ما دخلتش مع الفرنة بتاعت الله ارحمه كابتن احمد ما لا انا حضرتك كان حصل مشكلة انا كنت عند الكابتن هاني مصطفى 19 كابتن احمد كان وعده 20 سنة فكان حصل خلاف كتير جدا ان كابتن هاني عاوزني اثبارا عشان يلعبني مستر كوته قالوا لا هيبقى معايا وينزلك في الماتشات فحصل خلاف كتير جدا لكن مستر كوته يصر ان ابقى معاه شافني وبرضو الراجل ده عينيه رهيبة لا لا ده قالوهم ده باك ليفت منتخب مصر ونادي زي ما عمل معنا كلنا انا كنت بالعب ليفت راس حربة قالت هتلعب في الجنب اليمين لكن مع بكاري كله جنب اليمين انت عاوزت بطني وقالت هتلعب في الجنب اليمين حاجة كبيرة جدا انا كابت لا 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 فهو اول ما جيت من المانيا استلمني مع التفاصل مع النادي الاهلي وانطلقت في الماتشات الودية واول ماتش ودي بقى كان الاهرام طيب انت بدأت مع النادي الاهلي سنة كم بالظبط 79 79-80 اه 79 من اول واحد قالك انت هتبقى في فريق النادي الاهلي كنت مرة مع كابتن هاني ولا ما كنتش مرة مع لا انا كنت وانزل الماتشات الماتشات بس انما فريق اول على طول قل لي اللحظة ان انت دخلت فيها النادي الاهلي اول مرة دي لحظة منساش طبعا وكانت مهمة جدا في حياتي وطبعا انا ما نمتش ان انا هدخل النادي الاهلي طب اخش فين واروح فين واروح واسع العالمين لا قصص كتيرة جدا دخلت النادي الاهلي طبعا كان في رمضان كان في رمضان اه دخلت لقيت المواقف مستنيني وسبحانا لازم يكون يعني ربنا عبعتول شبير 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 المسوع من فريق الاقاليم لايب الاقاليم روحت اعدت معه في المانيا البقى اعدنا مع بعضين الاول في العجوزة في العجوزة وبعدين غيرنا الشقة روحنا المانيا اه فشبير كان معي لحد ما ربنا كرم وليعب وتجوز وانا بقى لحد ما يعني بدأت تاخد انا لعبت وشبير لعب يعني معنا شبير وصلك سلم المجد لا شبير عشان الساكل وبقى معي هو اللي عرفني نعم يعني اركب ايه اجي من ايه اللي مكنت عرفها خالص يعني ما للدنيا برضو كتنة اصلا ايما شاوي حكالي قصة قال لي برضو شبير اللي خدني في الاول وقعدت معه في الشقة وقال لي روح اجيب لك غادة اه جاب لي عيش وجبنا وقعد ثلاث ايام ما جاش قلتوا ممكن ميجي برية تبوسطة يعني مكنت بعضينا في العجوزة لا ما شبير اللي كان مسؤول عن الفعل اه شبير جاد عطول عمره قدوم ويحب ان هو يعني ريفي زينا بيساعد اه بيساعد اه بس طيب كنت في رمضان اه وشبير خدك وقعدتوا في المانيال المانيال في العجوزة الاول الاول العجوزة بعدنا نقلنا المانيال بعد رمضان كانت نحاس المدير الكورة طلبنا ان احنا نغير الشقة اه فجاب لينا شقة على طول في المانيال اول تمرين اتمرنته مع الفريق الاول في النادي الاهلي اه وانت داخل غرفة الملابس كده مين اول تفكر مين اول لعيب قابلك من اللعيبة الكبيرة اول كان الوقت ده العمالقة الجيل 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 الزهبي يعني كل الكابتن الكبار كان كل لاعب كابتن وكل لاعب شخصية وكل لاعب نجم فالنجوم كانت كثيرة جدا 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 كل الفريق ده كان ده 79 79 طبعا فدخلت طبعا عملت امرينة والله كابتن مصطفى يعني انا ما حسيتش ان انا غريب قابلني كان فيه ميزات كثيرة جدا الناس لازم تعرف ان الكبير في النادي الاهلي بيحب الصغير ويحتضنه وياخد بيده والصغير بيحتضنه انا دخلت كاني قديل شهور ما حسيتش باي غربة ما حسيتش ان انا لسه واحد جاي برضو معاليش من مركز شباب لسه واحد في وسط نجوم مسماعة كان النجم بيمشي في النادي الاهلي نجم وانا هقولك على حاجة هنا برضو يا ربيع لان النجم عانى كتير عشان يوصل لهو بحقيقة بحس باللعب الجديد اللي سيقعي فانجوم طبعا بيت اتفرج عليهم اللي كنت اتفرج عليهم ربنا سبحانه وتعالى بفضله ان لاني لقيت نفسي في قصة الكباتن الكبار الكباتن بقى كلهم اقول مين ولا مين اسمها كبيرة جدا تخد فحاولت بقى طبعا والشخصية بتاعت انا برضو كنت جاي مركز شباب لكن كان كنت مهوب والشخصية فرضت نفسها بفضل الله مش من اول تمرين لكن حسيت انها مش غريب ساعدوني كتير جدا وانطلقت وبدأت انطلق بقى واحدة واحدة يوم عن يوم عن يوم اول منزلت الملعب في اول تمرينة ايه اللي حصل لك لا اهلا اللي حصل لنا كنت مرعوب جدا كنت خايف ما طبعا مرعوب يا كابتل انا كنت بتفرج يعني انا فاكر حضرتك في ماتش 4-2 ان انا خرجت في الشارع زي الناس الصعيد لما كان اللي يكسب لازم نخل طبعا في كاس مصر بعد الماتش ده حضرتك والموسم ده لقيت نفسي في وسط العماليقة دول وفي وسط الجيل ده بتمرن معاهم بتحلمت بان انت عاوز توصل يا ربيع احيانا كل واحد فينا بيحلم بيحلم انما بشوالك مثلا عشان يحلم وينط النقطة كبيرة دي انت حلمت انك عاوز في يوم من الايام تبقى موجود في النادي الاهلي او في النادي كبير طبعا يا كابتل بس ما تخلتش نبأ في النادي الاهلي طبعا كنت اتمنى وبحاول وبتمرن ولعيبكم وهو بس القدر ممكن ما وفقش زي ما كتير ما وفقوش النصيب فإنما انا لقيت نفسي يا كابتل في وسط في وسط الكباتن الكبار اللي انا بتفرج عليهم خبار ربيع طبعا حاجات بقى كتير حاولت ان انا اعملها طيب